السلام عليكم ورحمة الله صباح الخير هذه العدادات الالكترونية الجديدة اللي تتركبها الآن شركة الكهرباء تول مقاول خلص من تركيبها وركب التأريض معاها ما شاء الله شي طيب المشكلة وين انه التأريض تركب بطريقة غريبة اول شي خلونا بس نعرف انه شركة الكهرباء هي المسؤول عن تأريض العدادات خلاص لما تجي تركب لك العداد عند البيت ضروري تنزل تأريض عند العدادات بحيث انت كمستهلك تسحب التأريض حقك من داخل البيت وتركبه مع الارضي حق الشركة او حق العداد طيب الارض وين يركب العداد يركب مع النيوترال هذا النيوترال وهذا الارضي بحيث انت تيجي كمستهلك تشبك تأريضك وين معهم تصير ثلاثة اسلاك هنا اللي هو النيوترال وارضي الشركة والارضي اللي جاي من البيت عندك المشكلة وين المشكلة ان الوتد او قضيب الارضي او القضيب النحاسي المقاول جاء هنا ودق ودق في الأرض يعني الآن لو سحبنا زي كذا شوفوا يطلع معنا يعني هذا القضيب النحاسي لو جاء أي واحد ضعيف ذم وضمير أو رجع نفس المقاول وسحب هذا النحاس وتجي أنت يطوي العمر كمستهلك مأسس التأريد داخل بيتك ودافع فيه فلوس ويجيك الكهربائي يشبك لك الأرض اللي جاي من البيت مع النيوترل وانت ما عندك تأريد هنا قد نسرق وحتى لو ما أنسرق التأريد بالطريقة دي ما رح ينفعك غير كذا شركة الكهرباء تجي تشتكي من الناس اللي سرقون القضيب النحاسي طب انت بالطريقة دي تقول له تعالوا سرق عشان ما نستعرض المشكلة من دون حل أنا في بالي حلين كذا واحد من جهة شركة الكهرباء واحد انت كمستهلك ممكن تسوي خلاني نشوف اللي من جهة شركة الكهرباء وقت تركيب العددات شركة الكهرباء تعطيك القضيبة والوتد النحاسي وتسلم وتوقعك على استلام وتيجي انت وقت تركيب الرصيف تسوي حفرة وتحط موية وملح وفحم وتيجي في الاخير وتسوي لغرفة تفتيش صغيرة هنا وتقيس المقاومة انها اقل من خمسة اوم لكن ما توقع شركة الكهرباء تسوي زي كذا عشان كذا ننتقل للحل الثاني اللي هو انت تكون مع المقاول وقت تركيب هذه العددات وتيجي تجيب عمال معك او تعطي المقاول مبلغ اضافي وتخليهم يسوي لك حفرة محترمة هنا نص متر في نص متر ويحطون فيها موية وملح عارفين شغلهم هم لكن طريقة الدق هذا غير مجدية ابدا فبعد ما يخلص ويرسولك الارض تسوي غرفة تفتيش ثلاثين في ثلاثين هنا وتحط فيها غطة وانتهينا